موسيقى أهلا وسهلا أحباء المشاهدين وحلقة جديدة من برنامجكم مزامير وكلمات دايما وإحنا ملتفين حول كلمة الله بحس أن احنا بنغرف من محيط عميق لكن ده بيكون سبب فرح لنا لأنه مخازن الله ملقانا برحب بيكم وبرحب بتضيف الحلقة دكتور ناجي اسكندر أهلا وسهلا بك يا دكتور ناجي أهلا يا أخ مونير احنا مستطين جدا تكون معنا شكرا ده شرف كبير لي الرب يباركك هنتأمل مع بعض في مزمور 114 اللي بيبدأ وبيقول عنده خروج إسرائيل من مصر واضحا ربنا عايز يكلمنا عن خروج قد لا يكون بالزبط خروج إسرائيل من مصر لكن خروج كل واحد مننا من الوضع أو الحالة اللي احنا فيها من العبودية بالزبط هو طبعا المزمور ده بيرجع بالتاريخ لخروج بني إسرائيل بقيادة موسى من أرض مصر بعد العبودية استمرت عدة سنوات وحالهم في العبودية كان حال شاق جدا وصعب جدا خطة الله ما كانتش بس انهم يخرجوا من مصر لكن يصلوا إلى أرض كنعان فأنا بشوف ان فيه ثلاث مراحل في حياتنا مرحلة العبودية أو أرض مصر أيوة مرحلة البرية ودي مش خطة الله دي مرحلة التاهان وفي مرحلة أرض الموعد ربنا مش عايزنا نكون في أرض مصر روحيا بمعنى أن نكون في تحت العبودية مش عايزنا نكون في البرية لفترة طويلة بالزبط لكن هدفه أن نكون في أرض كنعان أرض الميراث أرض الموعد وعلى فكرة أرض كنعان مرات بنمثلها أن دي سماء لا الحقيقة لأنه أرض كنعان لسه فيها حروب وفيها حاجات لازم نحققها فده في رأيي أنها لا تمثل السماء لكن تمثل انتصارات الحياة المؤمن مجازا في ناس دايما تقول لك كنعان سموية بالزبط كده بس أنت لفت نظرنا الحاجة كتابيا مفروض نخلي بالنا منها أن كنعان لا تمثل السماء ده في رأيي أنها لا تمثل السماء ليه؟ لأنه كان لسه فيها معارك وفيها انتصارات وفيها زائم السماء لا يكون فيها أي حاجة فأنا بشوف أن أرض كنعان دي هي ميراثنا في الرب هنا على الأرض هي حياة الانتصار حياة التمتع والانتصار مع الرب اللي هي البركات التي نقرأ عنها في رسالة قفصة أصحح واحد هو ده كنعان الحقيقية في حياتنا طيب هيكلمنا الرب في المزمور ده المزمور ده بيكلم عن موكب النصرة بيكلم عن بحر وعن نهر وعن جبال وعن مرتفعات حاجات ضخمة جدا فالرب شأ بحر سوف أو البحر الأحمر والرب خلاهم يعبروا نهر الأردن ففي بحر شأ وفي نهر شأ علشان يعبروا وعشان يصلوا للموقع اللي الرب عايزهم يصلوا لهم يعني أنت عايز تقول لنا أن ما فيش فارق عند ربنا بين بحر ونهر ووادي ومرتفعات الكل عنده سواء كله مستوي عنده بالزبط لأنه هو خالق الكل ويقدر يتحكم في الكل نعم ولما عبروا نهر الأردن وهو ممتلق إلى جميع شطوته كان وقت الطفان الفيضان بتاعه والرب خلى المياه المنحدرة تقف ندا واحدا عكس كل خوانين الطبيعة فالله من حقه يتدخل في الطبيعة اللي خلقها كان فيه مثل جميل أوي قريته في كتاب من الكتب بيقولك لو فيه مثلا تفاحة بتسقط من شجرة تفاحة دي بتتبع قوانين الطبيعة الجاذبية أنها تقع لكن أنا ممكن أمد إيدي ووقفها أنا ملغتش قوانين الطبيعة بس اتدخلت بقوة أخرى حفظت تفاحة دي من الوقوع وده تعبير جميل عن المعجزة فالمعجزة هو تدخل إلهي في قوانين الطبيعة علشان يحقق غرض هو عايزه فالمعجزة اللي بنقرأ عنها في مصبور 114 هي معجزة خروج بني إسرائيل من أرض مصر ووصولهم إلى أرض كانعان حقيقة كأنها مجموعة معجزات في بعض طبعا دي الكتار قوي بيخرجهم وبيعولهم بيحافظ عليهم طلع لهم مية بيديهم أكل بيجيب لهم من وسلوة بيقودهم 40 سنة بالزبط وبينتصروا على أعداء وبيحافظ عليهم يعني حاجة في امتهى الجمال منظومة جميلة جدا ففيها البحر والنهر والجبال والمرتفعات ففي عدد واحد الله يخرج شعبه وفي عدد ثلاثة الله بيعبر بشعبه في ظروف صعبة وفي عدد أربعة الله يخود شعبه إلى النصرة ودي نقطة جميلة جدا إن الله لما أخرجهم مش بس الهدف أن يخرجهم لأنه كان لما موسى بيقابل فرعون أطلق شعبي ليعبدوني أيوة فالنقطة النهائية للفداء إذا كنا نحب نقول هو إن إحنا نقدر نعبد الله الإله الحي حتى أنه فرعون قال له طب ما يعبدوا الرب في أرض مصر قال له لأ ما ينفعش إن إحنا نعبد وإحنا في العبودية لازم نتحرر الأول يعني نطلع من الأرض الغريبة بالضبط وده لما نتكلم روحيا أنا مولود جوايا الإنسان العطيق الإنسان الطبيعي اللي بيسمي الكتاب الذي يرفض لا يقبل ما لروح الله بالولادة الجديدة اللي بتتم بعمل نعمة الله ومن خلال كلمة الله إذن إن كان أحد في المسيح كورنسوس الثانية خمسة سبعة عشر فهو خليقة جديدة الأشياء العطيقة قد مضت وده العطيقة اللي هي تمثل مصر أرض العبودية هو هذا الكل قد صار جديدا أنا دخلت للبرية اللي هي مدرسة الله لتدريبي بالزبط ومش لازم أعود فيه في البرية دي فيه تايهان في البرية ده ما كانش مطلوب بالزبط المطلوب إن أنا أكمل السكة وخلص البرنامج التدريبي بسرعة عشان أوصل لنقطة البركة اللي بيتكلم عنها وده اللي حصل في حياة شخص زي موسى بالزبط فيه فترة معينة ربنا عدوا في البرية بس كان هدفه بعد كده يقود الشعب يعني عايز ربنا كمان يقول لنا إن البركة اللي هباركك بيها زي ما قال إبراهيم أباركك وتكون بركة فربنا بيدينا بركات مش عشان أتخم بالبركات بالزبط وإلا هتبقى عندي تخمة روحية لكن عشان أبارك إخواتي حوالي بالزبط أوزعها بس للأسف مراتي أخ منير بعد ما ربي حررنا من أرض مصر ومن أرض العبودية ترجع أشواءنا لأرض العبودية زي ما بني إسرائيل عملوا خرجوا من مصر لكن مصر لم تخرج من قلوبهم فكانت النتيجة أنهم قالوا يا ريت كنا عاديين جنب قدور اللحم وبناكل ما عرفش إيه وإيه وإيه مرات بعد ما ربي خلصنا ويحررنا بنحن للأركان الضعيفة بالزبط ودي خطيرة جدا جدا ونقول يا خبر ده العالم مهيص ومهلل ومتهني هو لا مهيص ولا مهلل ولا متهني هو مرات لو المؤمن مش فرحان بالرب ومش مختبر أفراح المسيح يفهم يفتكر أن العالم مهيص وكده لأنه هو مهيص بس مهيص هي ستوديه في الجهنم بالزبط لكن الأفراح اللي عايش في أفراح المسيح يعرف أنه ما فيش فرح حقيقي غير في المسيح بالتأكيد افراحه بالرب لأن فرح الرب هو قوتكم بالزبط فالرحلة اللي بيتكلم عنها المرنم في مزمون 114 رحلة هامة جدا وليها تطبيقات روحية كبيرة أوي زي ما هنقرأ الأعداد دي مع بعض فابتدأ من عدد واحد ممكن تقرأ لي عدد واحد واثنين وثلاثة من فضلك بيقول عند خروج إسرائيل من مصر وبيت يعقوب من شعب أعجم خليني أرجع لعدد اثنين هنا كان يهودا مقدسه وإسرائيل محل سلطاني البحر رقاه فهرب الأردن راجع إلى الخلف جميلة قوي الأعداد دي خلينا بس نفرق بين كلمتين مشهورتين هنا عشان نبقى عارفين تاريخهم كلمة يهوزة وكلمة إسرائيل فكلمة إسرائيل هو الشعب تكون من إبراهيم إسحاق يعقوب ويعقوب عنده الاثناشر سبت اللي حصل بعد ما تكونت المملكة في وقت داود أنه في عهد سليمان ازدهرت المملكة دي فعهد ما بعد سليمان رحه بعام ابنه انقسمت المملكة إلى عشر أصباط في الشمال اسمها إسرائيل وسبتين في الجنوب يهوزة وبنيمين دولا المملكة الجنوبية فهنا المرنم بيتناغم بحاجات كتيرة مع بعضها يقول مثلا إيه خرج إسرائيل من مصر دولا كانوا الاثناشر سبتوا مع بعض بيت يعقوب لأنه دا بيت يعقوب الاثناشر سبت من شعب أعجم اللي هو كان الشعب المصري القديم يهوذة مقدسه وإسرائيل محل سلطانه بيستخدم جملتين يعبروا عن شعب الله القديم كيهوذة وكيسرائيل بكل أفرع يعني بكل أفرعه تمام وبعدين بيقول البحر رآه فهرب طبعا دي صورة تشبيهية جميلة جدا البحر ما بيهربش لكن البحر بأمر الرب إن شاء أنا متى يقلي البحر رآه فهرب دي رآ الله طبعا لأنه الله بعت ملاكه عشان ينزل يشق البحر أو كان الرب كان لي زهورات في العهد القديم مش عارفين لكن المهم إنه الرب بسلطانه أمر البحر والبحر لازم يطيع بالزبط لأنه قال خالق والأردن النهر العظيم الكبير ده راجع إلى خلف وده منظر جميل جدا بيتكلم عنه المرنم في هذا المزمور لأنه بيتكلم عن خروج بني إسرائيل وتحريرهم من عبودية أرد مصر طبعا هنكمل كلام في النقطة دي نسترسل فيها أكتر بعد الفاصل أحبائي المشاهدين ابقوا معنا في كلام خطير لسه جاي لأن الجزء اللي جاي ده بيتكلم عن النصرة وأنا وإنت محتاجين للنصرة ابقوا معنا لحظات نعود إليكم عدنا بكم أحبائي المشاهدين بعد الفاصل القصير قبل الفاصل سمعنا من خادم الرب قال لنا عنوان المزمور خروج شعب الرب من مصر وقال لنا حكتين الله يخرج شعبه فعدد واحد شفنا الكلام دوت والله يعبر بشعبه في الظروف الصعبة وكانش ما كانش فيه أصعب من في الظروف بالنسبة لشعب الرب قديما أكتر من البحر الأحمر وبعدين نهر سوف نهر الأردن فالله بيعبر بشعبه في الظروف الصعبة البحر رأى فهرب الأردن راجع إلى الخلف هل عايز تضف لنا حاجة قبل ما ندخل على النقطة التالتة عايزين نكمل ونشوف في الجزء ده أنه فيه أجزاء تشبيهية في الكتاب المقدس فالجبال مش بتقفز والجبال مش بتنط لكن هنلاقي في عدد أربعة الجبال قفزت مثل الكباش الأكام مثل حملان الغنم ما لك أيها البحر قد هربت وما لك أيها الأردن قد رجعت إلى خلف دي تعبيرات شعرية رقية جدا 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 وجميلة جدا بتعبر عن معنى حقيقي عشان كده في بعض الناس يقولك ما ناخدش الكتاب حرفي لأن الجبال ما مش بتقفز لا طبعا ناخده حرفي لأنه المعنى المعنى اللي موجود هنا قائم بس الصيغة اللي تقدم به هذا المعنى هي صيغة شعرية يعني المعنى حصل لكن الصيغة شعرية بالزبط كده فما بنشوفش الجبل بينطنطنط كده والأكام بتجري بس دي حصلت فعلا حتى حصلت في العصر إذا بيحكي عن جبل المؤطم لما تحرك طبعا الله قادر إحنا لا نقلل من قدرة الله لكن لما نقرأ الأصفار الشعرية علينا أن نشوف الصورة الجميلة اللي بيرسمها المرنم الصورة المعبرة اللي بتعبر عن القوة والجلال والقدرة بتاعة الله ومن نقول لك لا طب الجبال ما بتتحركش دلوقتي الأكام مش بتنط كالكباش والأغنام لا جبال الهموم والمشاكل وأكام الخطايا بالزبط كده ناخدها من ناحية الروحية بالزبط كده والناحية الجمالية هنا مش عايزين نفقد جمال ورونق كلمة الله صراحة شعر أجمل من كده ما فيش احنا كمان عايزين نأكل الكتاب المقدس مش كتاب شعري طبعا بمعنى جموع ويسوع ودموع بالزبط كده بالقافية لا بس الشعر اللي موجود في في هذه الأجزاء وفي أصفار ده في أصفار بأكملها اسمها الأصفار الشعري منها في المزامير طبعا فالجبال قفزت مثل الكباش الأكام مثل حملان الغنم ده يورينا سرعة استجابة الطبيعة لقرار الله أن الجبال التقيلة دي تحركت والأكام اتحركت كحملان الغنم وبيبعين بيتساءل ما لك أيها البحر قد هربت وما لك أيها الأردن قد رجعت إلى الخلف وما لكنا أياتها الجبال قد قفزتنا مثل الكباش وأياتها التلال مثل حملان الغنم أياتها الأرض تزلزلي من قدام الرب من قدام إله يعقوب المحول الصخرة إلى غدران مياه الصوان إلى ينابيع مياه في الجزء الجميل ده اللي بيرسمه المرنم بيورينا الله القادر اللي تزلزلت قدام الجبال من قدام إله يعقوب وأنا عايزة أقف عند كلمة إله يعقوب رأي على أني كنت أعيزة أقولك نفس الكلام تمام كويس إحنا بنشوف أن الله بيقول أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب أنا بتشجع جدا لما يقول أنا إله يعقوب لأنه إله إبراهيم إبراهيم كان راجل عظيم جدا وأبو الإيمان والرب دعاه وأطاع وعمل حاجات عظيمة جدا إله إسحاق طبيعي إسحاق كان إنسان رائع وناجح وهادي إله يعقوب ده مشجع جدا لي لأن يعقوب كان عنده مشاكل كتير قوي كان بيعمل الخطط بتاعته بيحاول ينفس خطته بدأ يعقوب المخادع وده معنى اسمه بالزبط كده فهو كان بيعقوب بأخيه وحاول يخدع وحاول يسرق أو يسرق البكورية وعمل حاجات كتيرة بدايات يعقوب ما كانتش فيها ما كانتش مشرفة أبدا خالص لكن نهاياته كانت رائعة مباركة بالزبط عشان كده لما الرب يقول أنا إله يعقوب أقول يا أشكرك يا رب لأنك إله الإنسان اللي كانت بداياته مش مشرفة لكن أنت بنعمتك خلت نهاياته مباركة وده بيدي رجاء لكل واحد فينا أنه إذا كان هو إله يعقوب يبقى ممكن يكون إلهنا بالزبط كلنا نقدر نريليت ليعقوب يعني كلنا نقدر نتماثل مع يعقوب ونحس أن اللي بيعمله ممكن بيتكرر في حياتنا فالرب بيقول أن إله يعقوب ده تعال نشوف الصفة اللي بيقول عنها في عدد ثمانية المحول الصخرة إلى غدران مياه الصوان إلى ينبيع مياه يعني أنت بتكلمنا دلوقت عن النقطة الثالثة أن الله يقود شعبه إلى النصرة بالزبط قد يكون الطريق صعب قد تكون البدايات صعبة زي بدايات يعقوب لكن اللي حاطت قلبه اللي يعرف يحط قلبه باستمرار في إيدين ربنا هتكون النهايات مشرفة لأن اللي ضامن المركبة واللي ضامن السفينة هو شخص ربي يسوع المسيح بالزبط وتلاقي المقارنة بين صخرة وغدران مياه صوان يعني صغر ناشف جدا ينبيع مياه حسب الفكر البشري ده مش ممكن يحصل مستحيل أن الصخرة تطلع منها غدران مياه والصوان يطلع لي نبيع مياه ده مش المنطق ده مش الطبيعي لكن في إيد الله الإله اللي كان بنسبحه وبنعظمه من أجل كل أعماله العظيمة في المزمور ده بيورينا أنه يقدر يحول الشيء المستحيل إلى حقيقة الصخرة والصخرة دي زي ما رسول بوليس كان بيكلم في كرونسس وبيقول الصخرة التي رافقتهم كانت المسيح فالمسيح كان لازم يضرب عشان يخرج منه مياه الغفران لنا فالرب لما أمر موسى أن يضرب الصخرة كان لأنه المسيح ضرب من أجلنا لكن في المرة الثانية قال له كلم الصخرة وهو من غضب وضربها فكسر المسل الرائع للرب كان عايزه أنه المسيح يضرب مرة واحدة وبعد كده بشفعته نقدر ناخد هذه المياه مرات ومرات تانية في المستقبل فالحقيقة المزمور ده بيرجعنا في التاريخ وبيغطي جزء ضخم جدا من تاريخ العهد القديم وجزء ضخم جدا من تاريخ شعب الله من أرض العبودية للتحرير لأرض البرية لأرض النصرة الكاملة في المسيح أمين طيب عايزين نتطبق بقى الكلام ده في وقتنا الحضر وإحنا مؤمنين القرن الواحد وعشرين الله بيخرج شعبه فقلنا في الأول ربنا بيتعامل معنا كأفراد أنه بيتقابل مع كل واحد فينا في وقته معين بيغير حياته بيكتب اسمه في سفر حياة بأخليقة جديدة وبعدين يعبر بشعبه في الظروف الصعبة كلنا بنعدي بظروف صعبة تختلف من واحد للتاني في ناس عدت بظروف صعبة جدا من الاتهاد والقسوة اللي شافوها من متهضي المسيح حواليهم لكن عايزين نركز على إزاي الله يقود شعبه إلى النصرة في الأيام الحالية إزاي بتشوف حضرتك بتسافر في أماكن كتير وبتخدم في أماكن كتير في العالم إزاي بتشوف ربنا بيقود شعبه الأيام دي للنصرة بتشوف النهضة اللي ربنا بيعملها طبعا وبالإضافة لأن النصرة لازم تكون نصرة في حياة الشخص ونصرة في حياة الجماعة وانت بتكلم يا أخ منير افتكرت قصة عن واحد أنا ما شفتهاش لكن بيحكي أنه راح لمنطقة فقيرة جدا في جنوب السودان وكانوا الناس جعانين جدا وما عندهمش أكل لكن كانوا متمسكين بالرب تمسك غير عادي فراجل المرسل ده بيقول للناس دي أعملكم إيه أجيب لكم إيه قالوا إحنا مش عايسين حاجة لأنك لو جبتلنا أكلة هنأكلها وبردو هنموت بعد كده إحنا بنصللكم أنكم تثبتوا في الرب في وقت الراحة اللي أنتوا عايشينها قد كده القصة دي أسرت فيها دي النصرة بقى أفرائي صحيح دي النصرة الحقيقية طبعا لازم نساعد إخواتنا المحتاجين ولازم نساعد إخواتنا المعوزين ده شيء أساسي بس شوف الأتيتود بتاحهم هم متمسكين بالرب وبيطلبوا من أجل الناس اللي في الراحة الناس اللي عايشين في الراحة أنهم يتمسكوا بالرب لأن الراحة كتير قوي تقود إلى الرخاوة كان حبيبنا الراحة للأخ موريس جيرجيس يقول لك المؤمن يتجدد ويتمدد إحنا عايزينه يتجدد ويتشدد مش يتمدد فالرب يحفظ هذا من حياة الاسترخاء لأنه الاسترخاء قد يقود إلى السقوط والضعف أما التشدد فتبقى أيدينا متشددة بالرب ونكون بنخدمه بكل أمانة الكلام رائع شكراً لدكتور ناجي لأجل التأملات الحلوة ديت وإن شاء الله ستكون معنا في حلقات أخرى في مزامير وكلمات إلا أن ألتقي بكم أحبائي أن أصلي أن رسالة الحلقة النهاردة تكون وصلت لقلبكم وعايزين نتواصل معاكم ادخلوا على صفحتنا على الفيسبوك مزامير وكلمات اكتبونا بكل وسائل التواصل موجودة على الشاشة قدامكم من فضلكم وخلونا نسمع منكم ونحن نصلي من أجلكم باستمرار وفضلكم حطونا في صلاتكم اكتبونا وتواصلوا معنا الرب يبارككم وإلى أن نلتقي في حلقة أخرى الرب معكم اشتركوا في القناة